موسيقى وسط أزمات اقتصادية ووسط خلاف في الرأي كان موجودا من الأساس وبعد أن طال الأمر لأكثر من عام أصبح الدعم لأوكرانيا بلا شك موضع جدل على الأقل بعدما كان غير قابل للنقاش منذ بضعة أشهر فمن كان يخشى من التعبير عن معارضته لأوكرانيا أو لدعمها أمس أصبح أكثر جرأة اليوم بسبب الحالة المتدهورة التي وصلته أوروبا الأمر الذي وضع زيلانسكي أو الرئيس الأوكراني في موقع محرج ونحن لا نتحدث مجازيا هنا بل حرفيا فقد تعرض الرئيس الأوكراني بولودومير زيلانسكي لموقف محرج عندما انسحب نواب من حزب الحرية اليميني المتطرف من جلسة النواب في البرلمان النمسوي فور بدء خطابه عبر الفيديو تاركين خلفهم لافتات صغيرة على مكاتبهم تحمل شعار الحزب وعبارة مساحة للسلام رأى أعضاء حزب الحرية أن خطاب زيلانسكي انتهكوا موقف النمس المحايد فهي تدعم أوكرانيا إنسانيا وترفض دعمها عسكريا خاصة أن الحزب حذر قبل أيام من أنه سيجري شكلا من أشكال الاحتجاج على خطاب زيلانسكي والمثير للاهتمام أن حزب الحرية يمتلك ثالث أكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب النمسامي اشتركوا في القناة لكن بعيدا عن السياسة دعونا نقرأ لكم عددا من التعليقات التي وردت على الموقف الذي تعرض له الرئيس الأوكراني فولودومير زيلانسكي وسنبدأ من عبد القادر الذي اعتبر وقال ولا أحراج ولا إشي الأحراج الحقيقي لزيلانسكي أنه بعد سنة من تقارير الاستخبارات التحذيرية من أمريكا وبريطانيا وسنة تانية من الدعم العسكري والسياسي والاقتصادي ما زال غير قادر على ردع روسيا أما زين فعلق قائلا أحلى إشي لما تقرأ تعليقات الأوروبيين والأمريكان على الفيديو على تويتر بتلاقيهم كلهم بتهبوا النواب أنه النازيين وأعداء الحرية وكأنه اعتراض على زيلانسكي مش حرية أيضا تعليق أخير فيما خاص هذا الموضوع من رامي وقال مصيبة زيلانسكي ليست في أحراجه مصيبته أن هذا الحزب قد يكون قريبا في رئاسة حكومة النمسا واتحد بالفعل مع المتطرفين اليمنيين بينما يبقى الديمقراطيون والاشتراكيون مشلولين في الخلافات الداخلية ترجمة نانسي قنقر